شهد تقديم الطلبات وتسجيل ببوابة الاستثمار الأجنبي التي تم إطلاقها الشهر الماضي إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات ذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وتسير الإجراءات على المستثمرين البوابة تتيح للمستثمرين خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية أو التقدم بطلب لتوفير فرص استثمارية لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة بالدولار تحويلاً من الخارج أكدت الحكومة أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة لاستثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد وخلال لقاء مع ممثل التحالف المصري الإيطالي أحمد قناوي أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنها منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات أكد وزير البترول طارق الملة لانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لتجميع البيانات السزمية ثلاثية الأبعاد بمناطق امتياز البحر الأحمر تمهيدا لحفر آبار استكشافية بإجمالي استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 وخلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابدة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025 أشار الملة إلى أن عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها خلال العام بنطاق أعمال جنوب الوادي بلغت سبعة آبار وفي أسواق المال أنهت البلسة تعاملات جلست اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ليصل إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من عام وسط تدولات بلغت ستة مليارات وأربعمائة مليون جنيه وربح رأس المال السوقي سبعة وسبعين مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليونين وستة وسبعين مليار جنيه وإلى مؤشرات البرصة حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 5.11 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 30.542 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.1 من عشر بالمئة ليغلق عند مستوى 7.445 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.81 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 10.525 نقطة طرح مفوض الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر إذ يواجه المشارعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي حال فشلوا في تحرق بحلول يوم الجمع المقبل وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تشريع يحدد مستوى إنفاق تقديري قدره 2.660 مليار دولار للسنة المالية 2024 تشريعهم 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 شكرا